لكن بخصوص مباراة الأهلي وإسماعيلي وأنا بصراحة مش حابة أقول كلام مقرر يعني مش حابة أقول كلام مقرر إحنا كلنا عارفين المرحلة دي عارفين الوضع الحالي عارفين الظروف عارفين الأهداف كمان من خلال مرحلة مش مباراة بس من خلال مرحلة فاتت بالنسبة للنادي الأهلي بتشتغل على إيه دلوقتي بتحول تقيم إزاي كل دي أمور أعتقد جماهير الأهلي عارفينها بشكل تام يعني يبقى التقييم يعني حق مشروع للمسؤولين في النادي هما قدرى الناس باتخاذ القرارات الصحيحة وقدرى الناس بالأخطاء اللي من الوارد جدا وجودها وقدرى الناس بالسلبيات اللي من الوارد جدا الناس كتير تكون ملاحظاها فإحنا اعتدنا على إيه جوا النادي الأهلي اعتدنا أن إحنا نسيب أيا كان من في موقع المسؤولية داخل النادي إنه يشتغل ومش يشتغل بس لا إحنا تعودنا على إن إحنا نساند وندعم لازم ما فيش حاجة تانية غير كده ده اللي إحنا متعودين عليه دايما من النادي الأهلي ومن كل من هو ينتمي أو من كل من هم ينتمون لمنظومة النادي الأهلي طالما تدي تسكة في حد تدي تسكتك لحد فخلاص سيب ويشتغل ممكن تختلف طبيعي جدا ممكن تتطفق وارد جدا ودي وجهات نظر وده المعتاد لكن في الأول وفي الأخر فيه ناس سايقة الناس اللي سايقة هي صاحبة القرار في أي شيء يتعلق بالنادي وهنا احنا بالتحديد نتكلم عن الفريق الأول لكرة القضاء